قدمت النيابة العامة لايحة جوابية إلى محكمة العدل العليا عبرت فيها عن موافقة وزير الداخلية على منح 1300 بطاقة هوية زرقاء مؤقتة لنساء يحملن بطاقات خضراء ومتزوجات من أزواج يحملون بطاقات هوية زرقاء وذلك في حال توفر عدد من الشروط ويعتبر هذا الجواب للمحكمة بادرة أمل للكثيرين من العائلات التي تعاني بسبب هذه القضية المرتبطة ارتباطا وثيقا بتبعات قانون المواطنة للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو المحامي وكاتب العدل نجيب زايد الموكل من كبل عائلات فلسطينية بهمة لم يشمل أهلا ومرحبا بك أخي نجيب مرحبا بك مرحبا بجميع المشاهدين الكرام بداية هل لك أن تشرح لنا ماذا جاءت اللائحة الجوابية التي قدمتها للمحكمة اللائحة الجوابية هي عبارة عن دفوع للنياب العامة باسم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للدولة أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارا خلال العام المنصرم في شهر 12 يتطرق إلى عدة نقاط دستورية أمهلت فيها النيابة الرد على إمكانية تعديل القانون المواطنة بصدد تسهيلات معينة بهذه النقاط إلا أن النيابة قامت بتمديد هذه المواعيد حتى قامت الخميس الماضي بتقديم اللائحة الجوابية من طرفها ما هي النقاط التي تتطرق إليها اللائحة الجوابية اللائحة الجوابية أولا لا تستوفي متطلبات وتوصيات المحكمة بتعديل القانون بصدد تسهيلات معينة قبل أن نخوض في التفاصيل كما أفهم هذا الجواب يعتبر إيجابيا للعائلات التي تعاني من سنوات طويلة نعم هو عملية تحسين مكانة النساء الفلسطينيات ما يقارب 1300 امرأة ستحصلنا على بطاقات هوية مؤقتة بعد أن حملنا تصريح إقامة لمدة لعشر سنوات على الأقل منذ أن تم تشريح هذا القانون وخلال أكثر من عشرين عاما هنا يعانينا ويرزحنا تحت نير هذا القانون التعسفي هي عبارة عن نقطة إيجابية إلا أنها ليست نقطة كافية لأجل القول بأن الموضوع أصبح مفروغا منه بأنه تم تحقيق العدالة وإحقاق حقوق هذه العائلات المتضررة جراء هذا القانون العنصري التعسفي يعني أقول بأن الرجال يحصلون الآن على بطاقة هوية مؤقتة ويتم تحسين مكانة الرجال والنساء حسب القانون على حد سواء في حال توفرت شروط العمر خمسين عاما فما فوق وعشر إقامات أو تصريح إقامة لمدة ماذا تعني بطاقة زرقاء مؤقتة يعني لشهر لشهرين لسنة سنتين البطاقة الهوية الزرقاء المؤقتة تتجدد كل سنتين حسب القانون الجديد لعام 2022 ماذا تحوي هذه البطاقة؟ هذه البطاقة تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لحاملها وهي لا تختلف من حيث الحقوق الضمان الاجتماعي بين البطاقة الدائمة أو المواطنة وبين البطاقة المؤقتة فهي تضمن حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص لأن العمل في القطاع العام لا يعني يعطي الإمكانية لمن يحمل تصريح الإقامة أن يدخل إلى هذا المجال تعطي حق العمل في مهن معينة مثل مهنة الطب أو مهنة المحاماة هي مشروطة بطاقة هوية مؤقتة على الأقل ناهيك عن حقوق التأمين الوطني مثل حقوق الأمومة منحة الولادة إلى آخره الحصول على مخصصات أولاد وحق التأمين الصحي وناهيك عن الحقوق السياسية لأي الانتخاب والترشيح للمؤسسات للسلطة المحلولية أعني نتطرق إلى المحطات التي سبقت الجواب الذي قدمته للنيابة القصة بدأت منذ عام 2002 حين قام وزير الداخلية أنذاك إليا شاي بتجميد معاملات جمع الشمل وتطور هذا القرار بشهر 5-2002 حيث أصبح قرارا للحكومة أنذاك ومن ثم عام 2003 تم تشريع هذا القانون القانون العنصري قانون المواطنة منذ عام 2003 حتى عام 2005 لم يستطع أي شخص أو أي عائلة لم تستطع من التقدم بطلب جمع الشمل لأن عملية جمع الشمل منعت منعا باتا في عام 2005 تم تعديد القانون بحيث أدخلت تعديلات طفيفة على القانون بحيث سمح للمرأة بسن 25 فما فوق بالتقدم بمعاملة جمع الشمل وللرجل 35 فما فوق بالتقدم لمعاملة جمع الشمل تؤدي إلى الحصول على إقامة أو تصريح إقامة دون الحصول على بطاقة هوية القانون منع الحصول على بطاقة هوية مؤقتة أو على مواطنة أو بطاقة هوية دائمة حتى عام 2007 تم إدخال أيضا تعديل طفيف بحيث أقيمت لجنة إنسانية طبعا هي لا تموت الإنسانية بصلة لكنها تطلق عليها اللجنة الإنسانية التي تعالج الأمور الاستثنائية التي ذات الطابع الإنساني في عام 2006 تم رفض التماس دستوري قامت بتقديمه مؤسسة عدالة ضد هذا القانون وفي عام 2012 أيضا تم رفض التماس دستوري من قبل المحكمة العليا التماس دستوري إضافي قمت بتقديم التماس دستوري عام 2014 للمحكمة العليا للطعن بدستورية هذا القانون بشأن الأحكام الانتقالية للقانون أدى هذا الالتماس إلى قرار من وزير الداخلية بمنح ما يقارب الألفين بطاقة هوية للأزواج الفلسطينيين وحتى منذ ذلك الحين حتى عام 2021 لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على القانون طبعا أنوه بأن محطة مهمة كانت فيه خلال متابعة هذا الموضوع عام 2013 حين صدر قرار قطعي من المحكمة العليا تطرق فيه إلى المسألة الدستورية وإلى المشاكل الدستورية وضرورة تعديل هذا القانون في قضية ميدجاني الذي أدى إلى تقديم الالتماس الدستوري أنذاك في عام 2021 سقط القانون في البرلمان الإسرائيلي وتمت إعادة هذا القانون تشريعا كقانون مواطنة لعام 2022 وفي أعقاب هذا القانون قمت برفع التماس الدستوري للمحكمة العليا ضد الطعن بشرعية هذا القانون نعم دعنا نوضح أكثر الزوجة معها بطاقة خضراء والزوجة معها بطاقة زرقاء من حيث الإجراءات والمعيقات التي تتمر بهذه العائلات كيف يتصرف الزوج والزوجة في مثل هذه الحالة؟ المشكلة في القانون هي عدم استقرار الأسرة فما أصعب أن يعيش المرء دون استقرار ودون أمن وأمان لأن القانون يسلب حق هذه العائلات أبسط احتياجاتها يعني لا يسمح بتوفير تحقيق الذات لا يسمح باحترام الذات فهناك انتهاك للكرامة الإنسانية خلال هذا القانون يعني أعطيك مثال بسيط حينما تمر الأسرة من خلال معبر معين ويطلب من الزوج أو الزوجة الذي لا يحمل بطاقة الهوية الزرقاء أن يترجل بشكل أو بآخر للجهة الأخرى من المعبر وباقي أفراد الأسرة تعبر بسيارة أو حينما يطلب من الزوجين كل واحد على حدة أن يقوم بمغادرة البلاد من معابر مختلفة يعني أعتقد أن هذا يعني ينتهك الكرامة الإنسانية بحيث أن الأسرة تعاني من عدم استقرار وعدم أمن وأمان نهيك عن التأمين الصحي وحقوق التأمين الوطني والحقوق الأخرى التي تطرقت إليها يعني هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية تعاني منها هذه العائلات بسبب هذا القانون أدت إلى نسبة طلاق معينة في هذه العائلات بسبب المشاكل التي تعاني منها جراء هذا التعصف نعم وأذكر بأن القانون الإسرائيلي لاحق هذه العائلات منذ عام 2002 لغاية عام يعني أعوام متأخرة من هذا القانون لاحق هذه الأزواج والزوجات لاحقهم حتى بتهمة أو بشبهة التواجد غير القانوني بدون تصريح لمن لا يستطيع الحصول على التصريح وقامت المؤسسة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام أدت إلى السجن الفعلي لمن أثبتت بحقه هذه التهم أنت تعتبر الجواب للمحكمة بادرت أمل الكثير من العائلات يعني هل ممكن أن تصبح الهوية المؤقتة هوية دائمة يعني لا يسعني سوى أن أقتبس ما قاله شاعرنا محمود درويش شاعرنا الكبير ما أشد براءتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم أو بدلة يفصلها على قياسه يعني النيابة لم ترتقي ولم تقم بالاستجابة لتوصيات المحكمة أي نعم يعني هي استجابت في بعض الأشياء أريد أن أنوه بأن المحكمة أوسط بأن يكون الشرط لمدة خمس سنوات لمن يعني بين يديه تصريح إقامة لمدة خمس سنوات يستطيع الحصول على بطاقة هوية إن كان للرجل أو للمرأة للرجل الذي بلغ سن الخمسين وللمرأة التي بلغت سن الأربعين إلا أن النيابة لم تستجب لهذه النقطة هناك نقاط أخرى لم تستجب لها النيابة العامة ونحن بصدد متابعة وملاحقة السلطة التشريعية والتنفيذية بهذا الصدد لأجل إلقاء هذا القانون في مزبلة التاريخ سؤال كيف تلقت العائلات التي تمثلها أنت شخصيا هذا القرار ماذا سمعت منها؟ طبعا الغريق يتعلق بقشة يعني العائلات التي تعاني منذ سنوات من عدم استقرار وعدم أمان من حقها أن تفرح بعض الشيء لهذا الإنجاز وهذا القرار غير الكافي إلا أن المرأة التي تعاني كل هذه السنوات وليس بين يديها بطاقة هوية تمكنها من إحقاق حقوقها من حقها أن تفرح لهذا القرار لأنه سيؤدي إلى حل بعض المشاكل التي تعاني منها منذ سنوات فلاقت العائلات هذا القرار بفرح وبأمل بأن يتم تحقيق إنجازات أخرى والسماح بتسهيلات أخرى في عقاب هذا الالتماس وفي عقاب هذه المحكمة طيب في عهد الحكومة السابقة جر الحديث كثيرا عن قانون المواطنة لكن لماذا لنسمع شيئا عن هذا القانون تقريبا في هذه الفترة القانون المواطنة هو بداية المشاكل الدستورية التي تعاني منها السلطات الإسرائيلية وبداية الصراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية نحن نعلم بأن اليوم هناك صراع حامل وطيس بين هذه السلطات من حيث لمن الغلبة في الكلمة الأخيرة فهناك البرلمان والسلطة التنفيذية الذين يحاولان أن يسحبا القوة من المحكمة العليا كونها محكمة دستورية أو محكمة عدل عليا لكي يغلقا الباب أمامها بالتدخل بالقوانين غير الدستورية والقوانين العنصرية فهناك كم هائل وطيار كبير من القوانين والإجحاف بينها يضيع هذا القانون وتضيع حقوق هذه العائلات بسبب الضجة التي تثيرها القوانين التي تؤثر على حقوق الإنسان الذي لا يعاني من هذه المشاكل كالإنسان الفلسطيني فالإنسان اليهودي يريد أن يشعر بالديمقراطية وهامش أو متسع الحقوق موجود لديه منذ سنوات ولم يعاني من هذه المشاكل إلا أن السياسات الجديدة للحكومة الحالية الحكومة اليمينية المتطرفة أدت إلى إثارة هذه الضجة حيث ضاعت حقوق العائلات المتضررة جراء قانون مواطنة بين حقوق المواطن العادي الذي يعيش حياته آمنة باستقرار دون الحاجة للتفكير بالغد وبما يقول عليه المستقبل ما يهم هنا هو العائلات حدثني بالعرقام كم عدد العائلات التي تعيش بانقسام بسبب قانون المواطنة هناك ما يزيد عن 9200 زوج وزوجة مسجلين في السجل السكاني الفلسطيني ويحملون تصريح إقامة داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية في أعقاب معاملة جمع شمل سارية المفعول يعني ما يقارب العشرة ألاف إنسان يعيشون بتصريح إقامة أضف إليهم ما يقارب 3000 زوج وزوجة ممن يحملون بطاقة الهوية المؤقتة يعني نحن نتحدث هنا عن أزواج مجمدين من حيث الوضعية القانونية لا يستطيعون تحسين مكانتهم القانونية هناك أيضا يعني شريحة الأولاد هناك ما يقارب يعني أعطيك أمثلي إلى في عام 2020 تم تقديم 2258 طلب لتسجيل مواليد يعني أحد الأبوين يحمل بطاقة هوية خضراء والآخر بطاقة هوية مقدسية هوية دائمة تحتاج المولود إلى تقديم طلب للتسجيل في السجل السكاني ففي عام 2020 كما ذكرت 2258 طلب وفي عام 2021 تم تقديم 2870 طلب لدى داخلية القدس الشرقية حيث تمت المصرادقة فقط على 70 إلى 80% من الطلبات يعني هناك أولاد يعانون أولا من عدم التسجيل في السجل السكاني ولم يحصلوا على أي وضعية قانونية وهم يعانون من هذه المشكلة وهناك أيضا أولاد ممن يحملون التصريح إقامة دون أن يتمكنوا من التسجيل في السجل السكاني ولم يستطيعوا الحصول على بطاقة هوية زرقاء حتى يومنا هذا وقد بلغوا منذ عام 2002 وحتى اليوم يعني ما يقارب في سن العشرينات والثلاثينات ولا يستطيعون إحقاق حق الإقامة بطاقة هوية مؤقتة أو دائمة السؤال كمحامي خبير في هذه القضايا هل هناك مثل هذه القضايا في دول أخرى في العالم بقدر المعلومات المتوفرة لديك؟ أعتقد بأن الألفية الثالثة قد بدأت ولم نشهد مثالا على مثل هذا القانون المجحف أستطيع أن أعطيك على سبيل المثال ما جرى في ألمانيا حين انقسمت إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كانت هناك قوانين من هذا القبيل وفي كوريا حينما انقسمت إلى شمالية وجنوبية ناهيكة عامة عن القوانين العنصرية في جنوب أفريقيا التي ألقيت في مزبلة التاريخ أيضا هناك أيضا قوانين عنصرية عرفناها من خلال دروس التاريخ وهي القوانين التي تخص المواطن الأسود في أمريكا كيف تعامل القانون مع أولئك البشر وأستطيع أن أقول بأن هذا القانون لا مثيل له في العالم في العالم المتحضر طبعا إذا قلنا بأن المثال يجب أن يكون هو مثال من العالم الثالث قد نجد قوانين من هذا القبيل وإندل القانون على شيء إنما يدل أن إسرائيل آخذ بالجزر من حيث الديمقراطية ومن حيث تعزيز النهج العنصري والنهج القومي للدولة سؤال أخير لابد أنك سمعت عن إبطاء الحجة المعكولية بالنسبة للمحكمة العليا هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على هذه القضية سلبا قضيتنا هي قضية دستورية ضد القانون حجة المعكولية هي أكثر ضد قرار إداري أو ضد المؤسسة الإدارية أو ضد السلطة الإدارية نحن نتحدث هنا عن دستورية قانون وليست معقولية قرار إداري ذلك أو غيره فلذلك لا أعتقد بأن الموضوع سيؤثر على قضيتنا الدستورية في المحكمة العليا إنما سيؤثر على تنفيذ القرارات الإدارية التي تأتي جراء الأحكام في المحكمة العليا المحامي وكاتب العدل نجيب زايد شكرا لحضورك للسود وشكرا على الإفادة شكرا لكم